أسألك هل عندك اليوم قضايا وصلت إليك فيها هدم للأسرة منبعها سوشال ميديا صحيح و كثير هذا للأسف الشديد أنه اليوم الإنسان يعني في حديث معروف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيلة و الجمال لأهل الخيل و العبل و يعني التواضع لأهل الغنب فإذا الإنسان يتأثر من كائن حيوان يعاشره فترة طويلة طبعا قصة وصلتك نعم في قصص كثيرة يعني يأتي شخص يعني جانا أحد الأشخاص يقول صار خلاف في البيت مع زوجته ايه مع زوجته و كيف الخلاف و كيف تطورات الخلاف أنها يعني سمعت أحد المشاهير يذكر أنه واجب على الزوج أنا زوجتي طلعها فيما لا يقل عن السنة ثلاث أربع سفرات خارجية و هذا واجب الزوج على الزوجة و أنه الأزواج أجبال يعني يتخيل أنه لو أخرج زوجته في السنة مرة أنه يعني تطالب في إخراجه كثير من المرات فأصبحت المسألة مسألة أني أنا لازم أقلد هذه وقع خلاف بينهم وقع خلاف و نتيجتها إلى فسخ حقد النكاح للأسف و تطلقوا و تطلقوا و صارت خلافات توصلت إلى مسألة الحضانة و الزيارة و غيرها من الأمور اللي يعني ربما المشهور يلقيها خلال ثواني يهدم فيها بيوت دكتورة هنوف سمعت القضية هذه يا سلام تمام وش توجهين للزوجة هذه رائع إذا كانت في مثل هذه الصورة هي عندها إشكالية في الوعي يعني خلينا نقول العقلية البسيطة في أنها تستقطب وتشوف كل شيء يتسلل إلى عقلها و يأثر على سلوكها المشكلة عندها في نماط وسلوك ترى كل شيء تلتقطب عينك و تسمعها بإذنك يتمحور يصير عندك في العقل باطن و يأثر على سلوكك فبالتالي الفراغ و استهلاك جزء من الطاقة و عدم الاسترشاد في الوقت في أن يشوف هالجوال و وش وراه وش يحوي وش يسوون وش يقولون والنقطة الثانية أن يشوفهم نموذج الكلمة اللي اليوم لازم تكون فعلا عنوان للحلقة ترى مهب كل مشهور نموذج إحنا نعتبر مشهور عندها رقام وعداد ناس متابعين أنه نموذج و شيء مختلف و شيء صار يعني شيء فوق الطبيعي فهذه إشكالياتنا للبنات اللي أنا نفسي في العيادة عاني منها ترى كثير يا استاذ صلاح والموجودين قضية أن المرأة أو حتى الرجل الرجل صار عنده نمط معين في اختيار الزوجة المرأة نفس الشي صار عندها نمط معين في اختيار الزوج فصار فيه نمطية في الشكل نمطية في السلوك فالسبب وش هو السبب هالي في الكذب اللي قاعد يطلع الآن في نقطة بوضحها ترى بدال ما كانوا الناس شوفوا مسلسلات من أول كانوا شوفوا مسلسلات وطالعون أفلام أو سينما الآن أصبح الناس متوجهين إلى أفلام الواقع يعتقدون أنها واقع يعني يجيك يقول طلقت تزوجتها سفرتها جبتها ترى هو يسوي هذا الفيلم أو المسلسل وتعتقد أنت أنه واقعي وهو ليس بواقعي هو مطبوخ في المطبخ معد علشان يقدر يلتحمك يأخذك صحيح صادقة